كان المفروض تدريجي كان المفروض ينحسب كان المفروض القمارك تحسب البلد يكون ذو سياج قمرقي واحد وتخفض القمارك منسبة 2 إلى 3% حتى بدل ما تروح مع احتراماتي في جوب المهربين والسراق خلي تروح للدولة التاجر اليوم 2 إلى 3% يدفع إذا لم نضبط حقيقة الآلية الحقيقية ما ممكن ما ممكن إحنا نصل إلى الحل المطلوب لذلك بكل أمانة أنا أتوقع 100% بأنه الموضوع من الغباء إذا إحنا رجعنا إلى 1200 أو بالمناسبة هي ليست 1200 هو 1280 كان يتداول بالسوق 1260 يعني هناك تقريبا 7000 دينار بالمئة دولار تخسرها الدولة تروح في جيوب البنوك أنا للأمانة أنا أستغرب يعني إحنا البنوك ما حاسبناهم الفواتير المزورة اللي دخلوا بيها الآن ما شاء الله عليهم يعني أصحاب نفوذ وأصحاب مشاريع كبيرة وأصحاب حقيقة مواقع مرموقة جدا بالمجتمع وهم أساسا بكل أمانة ذو فكر يقبل بنفسه بأنه يسرق العراق تحت ما يسمى بمزاد العملة ويعرف كل الزيان نفسه السولة بأنه يقدم فواتير ويزوره من أجل يسرق العراق لذلك الموضوع صدقيني ليس دفاعا أنا أكثر واحد كنت قاسي أمام الأخ علاوي لمن بدأ القرار وفي اجتماع مفتوح قدام أمام الآخرين ولكن يشخص الموضوع فقط على علاوي هذا مصحيح ثانيا نرجع إلى سعر 1200 اسمحي لي أقول لشيئها لا شخص صاحب القرار وصاحب الأمنية اللي يريد يرجع الدولار إلى 1170-1280 كمان لا يملك أي رؤية ناضجة في إدارة الملف الاقتصادي هناك فروقات كبيرة جدا أنه ممكن تكون تسند الفقير يجب أن نعمل على بطاقة موينية حقيقية نرفت بها الفقير رقم واحد يجب أن نعمل على جباية حقيقية لخدمات الدولة يجب أن نعمل على جباية حقيقية لكل من تسول له نفسه بأن يأخذ الكهرباء دون دفع يأخذ الماء دون دفع يأخذ كل الموارد لمصانع ولا يحاسب الضريبة بطريقة صحيحة الموضوع صدقني شائك وليس سهل يحتاج فكر جديد وناضج في إدارة الدولة ترجمة نانسي قنقر